السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم مجددا في قناة مفاتيح محدثكم أسامى حسين نحن اليوم بصدد استكمال رحلتنا مع الكتب الراغبين أن نستفتح مغاليقها بمفتاح القراءة وكتابنا اليوم وإن شئ تقول أن النسخة الثانية من مفتاح القراءة وكتاب ماذا قيل يوما في أفغانستان للأستاذ يوسف سمرين وكتاب ربما تخرج منه بغير الذي كنت عليه قبله فأعرني سمعك وقلبك وعي ما تسمع ماذا قيل يوما في أفغانستان جذوره وصداه فيما بعد تقرير عن أهم الأفكار الإسلامية التي قيلت في الساحة الأفغانية أيام الحرب السبيتية وجذورها وامتدادها فيما بعد تلك الحرب بسم الله الرحمن الرحيم تقديم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلقد أرسل إلي الأخ أحمد حازم المكنى بأبي أيوب المصري صاحب كتاب تجلية الراية وكتاب مصارع الدول رابطا لكتاب ماذا قيل يوما في أفغانستان فقرأته وأعجبني وأرسلته إلى الأخ الفتح المسعودي المكنى بأبي الفضل التونسي وكان ممن شارك معنا في أفغانستان وسألته عن رأيه في الكتاب فقال بأنه انبهر به بل إنه قد تعجب كيف يمكن شخص واحد أن يصنعه فهو مجهود ضخط كعمل لمؤسسة بحثية أو معد دراسات فقلت له بأنه يمكن أن يصدر عن واحد وهو جهد طيب جدا ووصل إلى نتائج صحيحة مع أن صاحبه لم يكن مشاركا في تلك الساحة أقول هذا وأنا مقتلع على تلك الساحة مشارك فيها بنفسي منذ 1987 حتى شهر 9 لسنة 2001 وقد طلبت من الأخ فتحي مراسلة صاحب الكتاب وتواصلنا وطلب مني المؤلف أن أكتب تقديما للكتاب فكان هذا التقديم كتبه محمد نجاح حسن السبعاوي أبو مصعب ريتر مقدمة النشرة الثانية حين تم نشر هذا الكتاب للمرة الأولى تفاوتت ردود الأفعال عليه ما بين محتد في رفضه ومرحب به مادح له وهو ما كنت أتوقعه قبل نشريه إلا أن ما لم أكن أتوقعه أن يقع الكتاب في أيدي عدد من من شارف في تلك الساحة ذلك الحين وأسترعي اهتمامهم ويحرك نهمتهم لقراءته فقد طالعه غير واحد منهم محمد السبعاوي وهو المكنة بأبي مصعب ريتر الذي كان له مشاركة فعلية في أفغانستان لفترة طويلة من الزمن أول ما تحدثت معه وقد ذكر لي كنيته تذكرت أن عصام البرقاوي المكنة بأبي محمد المقدسي ذكره في معرض حديثي عن أفغانستان فكان مما قاله أشيخ أبو مصعب المصري الذي كان يشتهر أنذاك في بشاور وفي أفغانستان بأبي مصعب ريتر لأنه كان متخصصا في فترة من الفترات في النشرة الصحفية التي كان مجموعة من شباب القاعدة يعملونها ويرخصونها عن الأخبار العالمية فكان يقال له أبو مصعب ريتر لأنه كان من المشرفين على هذه النشرة أصيب أبو مصعب فشار 12 من عام 1988 في منطقة خست في جبل يقال له الجبل الأبيض وهو يحاول إنقاذ رجل يكن بأبي الحسين الليبي بعد أن علق في حقل الغام فحمله ريتر على ظهره لينفجر بهما لغم فيفقد أبو مصعب إحدى ساقي وتتضرر الأخرى مع إصابة في عينيه أما الليبي فأصيب بالعمل لم تتوقف مشاركته في أفغانستان على الجانب العملي فحسب حتى بعد إصابته بل امتدت إلى الجانب الفكري أيضا فكتب تحت اسم مستعار وهو عبد الله الموحد مع عبد الحميد السوري كتاب كشف شبهات المقاتلين تحت راية من أخلى بأصل الدين وهو الكتاب الذي رد عليه أبو قتادة الفلسطيني بكتاب حمل عنوان جؤنة المطيبين في بيان أخطاء رسالة كشف شبهات المقاتلين وقدم له المقدسين ثم رد على ردهما أبو مصعب عبد الحميد برسالة أخرى التبيون والرد على اتراء صاحب جؤنة المطيبين هذه المرة يصدر ما ذا قيل في أفغانستان بعد أن قمت بتصحيح العديد من الأخطاء المقضعية فيه وإضافة تقديم أبي مصعب الكتاب مقدمة النشرة الأولى عندما يجري الحديث في موضوع قد قيل فيه الكثير يتصور البعض أن هذه ثرترة لا فائدة منها ويغفلون أن كثرة الحديث في موضوع ما قد تكون حجابا عن الحقائق فيه فكل واحد أدلى بدلوه من زاوية نظره بما يتفق مع مصلحته وأمام جبال الخطابات تلك التي تلف الموضوع تضحى الرؤية النافذة صعبة فكيف إذا كان الموضوع من وزن ماذا قيل يوما في أفغانستان إن تلك الخطابات لا زالت فاعلة ومؤثرة إلى اليوم وعلى كثرة ما قد قيل ما بين حقيقة وتاريخ بدين فإن دراسة تلك المرحلة بما حاوته من جوانب متعددة وتلمس جذورها وآثارها يشكل أرضية معرفية مهمة لأي تحليل أو نقض لكثير من الجماعات الإسلامية التي تشكل الخطابات التي قيلت يوما في أفغانستان جانبا أساسيا لفهم مفاصل تفكيرها يأتي هذا التقرير مساهمة في إعادة النظر فيما وصلنا عن تلك المرحلة التي يجري الحديث عنها بين كل فترة وأختها لإعادة سماع الأفكار التي قيلت في تلك الساحة وعرض تطورها وهي تدفع إلى نتائجها المنطقية من قبل الساحة الأفغانية وخلالها ومن بعدها قد ينزعج البعض مما يرد في هذه الصفحات وهذا مطعون كنتيجة لعرض أي نظرة نقلية لمرحلة مثل التي يجري الحديث عنها هنا ولكن مراعاة الحقيقة قدر الإمكان خير من مراعاة المشاعر ويجدر بالمثقفين الذين يرحبون بكتب نقلية تعرضت لخضايا خالفة الرأي العامة في أم أخرى كما حصل لكتاب حنى أرنت عن محاكمة أيخمن أن يكون الأحرص على الطرح النقدي الذي قد يلامس ما تعود على سماعه وما قد نشأوا عليه في الصغر إن توزع المواقف بناء على الذاتية ما بين محب ومبغط يجعل كثيرا من الناس يتعاملون مع من رأوهم كرموز لهم أو أعداء فأنهم يعرفونهم حق المعرفة ودركون تماما أبعاد مواقفهم دون الحاجة إلى قراءة كافية لهم وقد تجد من يشرح لك مواقف واحد من هؤلاء أفكاره دون أن يكون قد وصل إلى نصاب أولي مؤهله لفهم ما فرحه ذلك الشخص المعظم عنده أو المكروه كل هذا يؤكد على ضرورة إعادة الإصغاء إلى ما قيل يوما في أفغانستان قد يستبق البعض أي نقل بقوله عن من يراه مرموزا له بقوله تعرض هؤلاء لتشويه الأعداء وذلك الأمر معروف ومتوقع ولكن الأمر الذي يبعث كوامن الألم في النفس أن يأتي مشل هذا التشويه من بعض المسلمين حيث يلقون بالتهم والأقوال جزافا دون تحقيق أو تمحيص فيقال بأن قيمة النقد الحقيقي تكون بمقدار ارتباطه بالتحقيق والتمحيص ومتى كان موثقا فلا يكون ذلك تشويها أصلا إلا للصورة الزائفة في ذهن المر ومن هنا سيجد القارئ كثافة في الاقتباسات لضرورة التوثيق وإسماعي ماذا قيل هناك ليشارك هو أيضا في التحليل والنقد لقد احتد حذيفة عبد الله عزام مرارا على من وصفهم بأنهم يستغلون اسم أبيه حيث وصف أولئك الذين يستغلونه بالتكفيريين وقد قال عوض القرن عن عبد الله عزام لم يكن في زمنه ودور التكفير والغلوب وتحدث عن وجود قلة معزولة وافدة كانت تكفر عزام بخجة أنه يدافع عن الأنظمة الكافرة بنظرهم إلى أن قال الشيخ عبد الله عندما كان موجودا كان سدا منيعة لأنه طالب علم متميز لما استشهد انهار هذا السد واشتاع هذا الفكر بشبهاته فإلى أي درجة كانت هذه الكلمات وأمثالها دقيقة تعكس إلى الأجياد القادمة صورة حقيقية عن تلك المرحلة هذا ما ستحرص فصول هذا التقليل على إبرازه مع التأكيد على أن التحليل والنقد لأي شخصية في هذا الكتاب ليس فيه أدحص على التقليل من شأن دينها وعلاقتها بربها فإذا كان الشفعي يقول أما الثواب والعقاب فما لا أسأل عنه ولكن أسأل عن أحكام الدنيا فكيف والحديث يجري هنا عن تقييم العديد من الأفكار ودراستها ونقدها أحيانا لقد كانت مادة هذا التقرير متنوعة مع صعوبات كبيرة في ضبط الكثير من الشهادات والروايات لانحياز ومبالغاتها غالبا ومن هنا فقد كان الاعتماد على المقارنات لإعتماد ما يترجح صحته وما يسمح به سياق الأحداث كما أن هذا التقرير ليس تأريخا لتلك المرحلة بقدر ما هو محاولة لرصد المقالات ويتتطور وإلى أين يمكن أن تفضي إلا أن هذا كله لا يعني عدم التعرض للأحداث المرتبطة بأفكار معينة أو صياغة أسطورة يفترض نقدها وبالتالي فقد جرى ذكر العديد من الأحداث التاريخية بما يسمح به هذا الغرض وفي الختام سأكون سعيدا بسماع أي نقد أو تصحيح الأمر فاتني في البدء كان مكتب الخدمات ومجلة الجهاد كان كمال السنانيري وهو ممن يشغل مكانة رفيعة في سلة من قيادة في حركة الإخوان المسلمين وهو مفرز من مكتب الإرشاد لقضية الجهاد الأفغاني كان من سجنه في مصر عام 1954 والتقى خلال سجنه بسيد قط وتزوج أخته أمينة سيلتقي هذا الرجل فيما بعد بعبد الله عزام في الحرم بمكة ويقنعه بالذهاب لدعم الجهاد الأفغاني عزام الذي كان قد انتسب إلى الإخوان المسلمين وهو في الثانية عشرة من عمره سيمتثل لكلام السنانيري وهو سافر إلى باكستان ويؤسس مكتب خدمات المجاهدين مع عدد من الأشخاص من بينهم أسامة بن لادن الذي كان هو الآخر من جماعة الإخوان حتى قدومه لاهور باكستان وسيتكفر بالنفقة على المكتب وتميم العدناني الذي كان من الإخوان أيضا وله علاقة قديمة مع مروان حديث وسبق أن اعتقل في سرية بتهمة الانتماء إلى الجماعة كان المكتب يضم أكثر من عشرين مؤسسة تحت قيادة عزام وهدفه المعلن هو تنظيم مشاركة العرب في الجهاد الأفغاني حيث لا يريد عزام أن يبقى العرب في المضافات الأفغانية إذ إنها تتوزع على أحساب متصارعة بل يريد أن يكون للعرب مواقع مستقلة ومن هنا سيشاركون جميع الأفغان دون أن يدخلوا في أي نزاع حسبين بين الأفغان فقد كان العرب قبل مكتب الخدمات يذهبون مباشرة إلى الأحزاب الأفغانية ليقاتلوا معها لكن عزام رأى بأن هذا سينقل الخلافات الأفغانية إلى العرب أنفسهم وبالتالي فإن القادم إلى أفغانستان يجب أن يمر عبر مكتب الخدمات ليفهم الأفغان أننا جئنا إلى داخل أفغانستان إلى جانب شعبهم برمته وليس إلى جانب حزب ضد آخر صاروا يستقبلون الوافد الجديد من مطار إسلام أباد ويقلونه بسيارة خاصة إلى مكتب الخدمات يهيئونه ليتأقلم مع الساحة هناك ويرسلونه إلى معسكرات تدريب روحية وعسكرية قبل إرساله إلى جباة القتال وكان للمكتب إضافة إلى هذا نشاطات إغاثية وفتح معاهد دينية ومدارس داخل أفغانستان هذا المكتب أصدر مجلة شهرية باسم مجلة الجهاد كان عزام مؤسسها وهو الكاتب الأكثر حضورا فيها سواء بمقالاته وفتواه وإجرائه المقابلات أو بتحريره العديد من تقاريرها بل قد يكتب مقالا في عدد دون اسم يتبين بعده أنه هو كاتب أو يكتب بكن يتهي أحيانا الدكتور أبو محمد ولعل هذا ليتوهم القارئ بوجود أكثر من دكتور غيره يتب في المجلة لقد كانت سطورها تحت إشرافه فقد كان رئيس مجلس إدارتها وصدرت عن دار الجهاد التي يترأس أيضا مجلس إدارتها وبدأت تبث العديد من المواقف السياسية والشرعية فما الذي حوته هذه المجلة صدر أول عدد لمجلة الجهاد في ربيع الثاني لعام 1405 الموافق الثامن والعشرين من شهر 12 لسنة 1984 من بشاور باكستان بعد عام على تأسيس عزام لمكتب الخدمات وكان عددها الأول باهتة وقد انفرد عزام فيه بكتابة مقال عن الصبر وأن التيها الذي أصاب بني إسرائيل في الصحراء كان من الحكمة فيه أن مات الجيل الذليل وجاء جيل عزيز في جو صحراء التين تكون العدد الأول من 17 أرقة وقد تضمن أخبارا عن المعارك هناك ختمها بقصيدة حماسية لمؤلف لم يذكر اسمه وهي مستلة من مجلة المجتمع وقد وضع لها خانة باسم من شعر الجهاد كانت بكلمات عادية في العدد الثاني تصدر العدد كلمة جاء فيها فريضة الجهاد لا تنتظر تكافؤ القوى الظاهرة بين المؤمنين وعدوهم وهي الفكرة التي سيركز عليها فيما بعد أيضا بعدم التحاكم إلى النتائج فيقول المسلم يعمل مهما كانت الظروف لأن عليه الأخذ بالأسباب والنتائج بيد رب العالمين فيفصل العمل عن النتيجة وقد تصدرت في العدد الثالث صورة طفل أفغاني يضع على كتفه قذفة صواريخ سوفيتية الصنع وهذه الصور ستتكرر الأطفال يحملون السلاح في أعداد لاحقة وقد علقت المجلة على صورة أطفال يلهون بقطع سلاح من نوع كلاشنكوف بقولها ولدوا في قلب المعركة عاشوا المحنة ومسهم قرحها عمرهم أقل من عمر الجهاد إلا أنهم يصرون على المضي في طريق العزة الذي غفل عنه كثير من المسلمين فبالجهاد يحيون قال عزام مدى معركتنا الأرض كلها ومدارها الزمن كله وقد نشرت المجلة مقابلة مع يوسف القرضاوي أجاب فيها عندما سئل عن الوثاق الدولي بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة يخبر قوله مع بعضين لكنهم في النهاية يتفقون علينا ولذلك يجب أن يجتمع المؤمنون لمواجهة ذلك هذه الفكرة ستتكرر في أعداد المجلة فتحت عنوان الحروب الصليبية مستمرة قيل يجب علينا أن نعي جيدا عبارة الكفر ملة واحدة فالإرهاب اليهودي والحقد الصليبي القديم الجديد والهجمة الإلحادية الشوعية والعداء الوثني اجتمع والتحدى لمحاربة القرآن وأهله الشوعية الإلحادية والصليبية الرأسمالية برغم خلافهم الظاهر على أتم الوفاق عندما يكون الإسلام هدفا للتحطين كتب المحارب في افتاحية المجلة في عام 1987 تحت عنوان الغزو الأمريكي الوجود الأمريكي على الساحة الأفغانية التي لا يقل خطورة عن الوجود الروسي بل ربما كان أكثر خطورة في كثير من الجوارب تتظاهر أمريكا بمناصرتها القضية الأفغانية وتزعم أنها تؤيدها التأييد الكامل وهي أول المتأمرين عليها وعلى المجاهدين كان هذا الخطاب يضع الدول المختلفة في جبهة واحدة ولو على المدى البعيد ولم يكن سرا أن المجلة تطلع عليها الحكومات المختلفة بل قد تطلب شكل رسمي اطلاع عليها كي تتم الموافقة على نشرها على أراضيها وقد نشرت المجلة للنزارة الإعلام السعودية تطلب تزويدها بثلاثة أعداد من المجلة لدراستها وأخبار عزام بموقفهم من نشرها وقد تمت الموافقة على نشر المجلة في المملكة العربية السعودية وكانت هي أكثر الدول التي وزعت فيها المجلة وبلغت بعض أعدادها خمسين ألف نسخة بصفحات ملونة بتمويل من أسامة بلاد وكانت توزع في دول كثيرة أيضا منها ولايات المتحدة الأمريكية وتجد إعلانا فيها يقول عنوان مكتب توزيع الجهاد في أمريكا مع الحساب البنكي أو نداء من مكاتب الجهاد في أمريكا أخي المسلم في أنحاء العالم تحية من إخوانك العاملين على خدمات المجاهدين ونهيب بك أن تسارع إلى العمل بأحد الأمور التالية زيارة إخوانك الأفغان في ساحة الجهاد تجهيز أو استخلاف غاز أخي المسلم ولإصال تبرعك اكتب الشيك باسم الدكتور عبدالله عزام وعزام بنفسه كان يصور ويجول في المملكة والخليج وكان يزور كل سنة أمريكا لحضور المؤتمرات ولتحريض المسلمين هناك على الجهاد في أفغانستان كلما تقدمت أعداد المجلة زاد عدد صفحاتها وتطور أداؤها وارتفع عدد الكتاب فيها وفي العدد السابع وابع خانة فيها عدد من الأسئلة في ركن الفتوى وكان المجيب هو عبدالله عزام ورد عليه سؤال ما حكم الرجل يضع الحزام الناس فعلى بدنه متفجرات ثم يلقي بنفسه بين مجموعة كفار أو دبابات فتنفجر به وبهم جميعا يجيب أجاز الفقهاء التضحية بالنفس من أجل نصرة الإسلام ولا يعد هذا انتحار ونأك فرق بين الانتحار والتضحية بالنفس فالانتحار قتل للنفس هربا من هموم الحياة وآلامها أما التضحية فهي بذل النفس من أجل حماية دين الله ونصرة شريعته دون هم ولا غم لقد كرر عزام دائما بأن صروح المجد لا تبنى إلا بالجماجم الدماء الأشلاء الأجساد الأرواح هي وقود المعركة وقود معركة المبادئ وقود معركة الأفكار سيكتب نحن إرهابيون لإعداء الله وسأصدع في خبة مسجلة له بالصوت والصورة بقوله نحن إرهابيون والإرهاب فريضة في الكتاب والسنة ليعلم الغرب والشرق أننا إرهابيون وأننا مرعبون وكان الإعلان عن كتابه الدفاع عن أراضي المسلمين أهم الفروض الأعيان على رأس إعلانات المجلة وأعلنت عن غيره من كتبه كعبر وبصائر للجهاد في العصر الحاضر وفي الجهاد آذاب وأحكام والمنارة المفقودة والحق بالقافلة وجهاد شعب مسلم وآيات الرحمن في جهاد الأفغان وكلمات من خط النار الأول وحماس الجذور التاريخية والمثاق بالنسبة للحكومات العربية والإسلامية فقد كان عزام لا يحرص على إبراز مواقفه الصريحة أمام بعض الشباب وذلك أن الساحة هناك فيها من كل الأقطار واستخبارات الدول نشطة هناك في تلك الفترة ولكن المجلة التي تصطر باسم مكتبه كانت تحوي مواقفة واضحة منذ أعدادها الأولى لكنها موزعة بين سطورها وتزاحمها أخبار المعارك ومقالات الرقائق وقصائد الجهاد وقد بث بنفسه مواقفه في عدد من كتاباته بشكل صريح لا مداورة فيه فقد حول عدد الثاني عشر بتاريخ خمسة عشر من شهر أكتوبر لعام 1985 من المجلة مقالا بعنوان هجرتنا في الميزان بقلم عبد الرحمن السائح جاء فيه هجرة الأمس واليوم قامت في زمن خلد فيه الأرض من بقعة تدين لله وتحكم بشرعه وتفشت الجاهلية وانتفشت واستقوت على المؤمنين الكاتب هذا سيكتب أحيانا صفحات بعد عزام وبشره في ترتيب المجلة قال عزام ليكن واضحا منذ الخطوة الأولى أن الذين مشرعون بغير ما أنزل الله هم كفار وإن صلوا وصاموا وأقاموا الشعائر ويقول إن هذا الجهاد لم يبدأ ضد الروس بل بدأ ضد الحكام الأفغان أنفسهم لم يكن موقفه هذا حكرا على الساحة الأفغانية فقد كان يرى أن الدول العربية والإسلامية لا تطبق المنهج الربانية فضلا عن ارتباطها بالغرب وتنفيذ سياسته في المنطقة وأن هذه الأنظمة سلمت فلسطين لليهود ومهدت لقيام دولة إسرائيل قال عزام ما لم يحكم بما أنزل الله أو تحاكم إلى غير شريعته فهو كافر ليس في قلبه ذرة إسلام وإذا كان هذا حكم الإسلام الذي عطلته ولا تزال تعطله الحكمات في البلاد الإسلامية فإن كل ذي عقل يستطيع أن يدرك بسهولة مدى حظ هذه الحكومات من الإسلام ويقول غير متحرج أن هذه الحكومات تدعو المسلمين إلى الكفر وتحملهم عليه كتب في عام 1985 أما باقي المسلمين في الأرض فالجهاد فرض عليهم في بلادهم ليقيم مشرع الله ويطرد الكفار كتب آن لنا أن نسطر بماء الذهب كلمة حكمة يار عندما قال سأحارب الحكومة التي تفرضها أمريكا كما حاربت روسيا وبعد انسحاب السوفيت من أفغانستان قال عزام سألني أحدهم لما القتال وقد خرج الروس فأجبت قرج الملحدون وجاء المرتدون فموقف عزام من الدول العربية أنها كافرة وأن الجهاد فرض عين على المسلمين في بلادهم وبعد انسحاب السوفيت لم يرى أن الحرب هناك حرب أهلية مع الحكومة الأفغانية لا يفترض المشاركة فيها بل رأى أنها بين أهل الإسلام والمرتدين إن أفغانستان حلم المستقبل ونبضة الحياة الطريق إلى خلافة الإسلامية من أفغانستان هكذا قالت زينب الغزالي على صفحات المجلة وقد كانت صفحاتها تتسع للعديد من المقالات المخاطبة للنساء وليس فقط الأفغانيات بل المهاجرات إلى أفغانستان نشرت المجلة على لسان إحداهن نحن لنريد أن نمنع على الله تعالى بأن هاجرنا في سبيله وتركنا الأهل والأوطان والخلان ونشارك أزواجنا الجهاد وأتحدث عزام عن فاطمة وهي أم لستة أبناء تكن بأم فايصة من جدة من المملكة العربية السعودية بلغت السبعين عاما تسافر مع ابنها إلى أرض الجهاد وترفض العودة إلا أن عزام حرم قدوم النساء بدون محرم إلى أفغانستان وبلغ الأمر بالمجلة إلى درجة أنها نشرت سلسلة مقالات لأبي بكر الجزائري كتب في عددها الثامن عشر لعام 1986 دعوة لغزو الاتحاد السوفيتي فقال لما لا نقاتل الروس حتى يجلوا عن بلاد الأفغان ثم نقاتلهم حتى يدخلوا في السلم بأي نوع من أنواعه كالدخول في الإسلام أو إعطاء الجزية وقبول الحماة وما إلى ذلك لما نخافهم أيها المسلمون والله معنا وليس معهم ولم يغفو القائمون على المجلة عن وضع صورة توضيحية لفكرة غزو الاتحاد السوفيتي من أفغانستان مكان معرقة السلانجيراد كانت في دولة أخرى ولم يضج العالم بأخبارها والتي تشكل بداية انكسار الألمانيا النازية بكافة ما حاولته من تقنية صناعية عسكرية حديثة في وقتها وهذا قبل امتلاك الاتحاد السوفيتي للسلاح النووي ولكن المجلة حملت صطورا مليئة بالثقة إلى حد المباهات أحيانا إلى درجة كبيرة في وقت يعاني منه الشعب الأفغاني من حرب فضلا عن كون أفغانستان بقعة من قبل التاريخ الحديث من حيث الصناعة والتقنية والتعليم كتب عزم بأن من القضايا الأساسية نقل الجهاد من قتال قوم ضد روسيا إلى جهاد إسلامي عالمي وأن الجهاد ينتقل إلى صراع شديد بين العقيدة الإسلامية والعقيدة الشوعية وعندها يصبح الكفاح بين الأمة المسلمة وبين الأمة الشوعية وحلف وارسو سيفتي قائلا أما النساء الشوعيات في أفغانستان فيجب قتلهن سواء اشتركن في الحرب أو الرأي أم لم يشترك سواء انفردن أو اختلق سواء كانت واحدة أو مجموعة لأنهن ذوات أعقائد يكافحن ضد الإسلام ويؤذين الإسلام والمسلمين ومع أن الشعب الأفغاني متعصب للمذهب الحنفي ولا يعرف شيئا عن المذاهب الأخرى ولا يقبلون خلافه بحال من الأحوال بل الدين في ذهن الأفغاني متمثل في المذهب الحنفي وترتفع نسبة الأمية فيهم وقد كان عزام نفسه يوصي بمراعاة المذهب الحنفي هناك فيقول مراعاة المذهب الحنفي من قبل المجاهدين العرب أمر ضروري وشرط أساسي لنجاحهم إلا أن عزام قال فلمذهب هناك بهذه الفتوى فقد ذهبت الحنفية إلى أن المرتدة لا تقتل على تسليم انطباق التكفير العيني للشعوعيات الأفغانيات إلا أن سطوره اتزعت لكلامه في تلك البيئة وقد نشرت المجلة تحت عنوان حكم الأسير الشوعي الأفغاني كثير من الشوعيين إذا أسرهم المجاهدون وشاعروا أنهم سيقتلون ينطقون بالشهادتين ومع ذلك فإن المجاهدين يقتلونهم فاعترض بعض الناس على هذا الفعل فجاءت الفتية لتسويق هذا الفعل باعتبار الأسير إما زمديق أو مرتد وقد امتدح في كتابه عبر بصائر ذبحهم بالسكين فيقول هذا عبد الصبور شاب أفغاني في العشرينيات قال لي لقد ذبحت بالسكين 29 نفرا من الشوعيين في وسط كابل عدما شاركت في قتلهم بالسلاح وتحدث عزام عن بعض المراكز الشوعية فيها جنود مكرهون يصلون ويؤذنون فقال يجب قتال هذه المراكز ولو قتل هؤلاء المسلمون المكرهون لقد كانت الأسماء التي تنشر لها المجلة متنوعة بعضها يظهر أن الهدف منه عملي أكثر من أهميته التنظيرية لها منها عبد العديس بن باز وله مكانة كبيرة بين السافيين عموما ومكانة رسمية بشكل خاص في المملكة العربية السعودية كذلك نشرت المجلة أيضا لمفتي سلطنة عمان أحمد الخليلي وهو إباضي له مكانة رسمية هناك وصدافت يوسف إسلامه برغاني أسلم كان اسمه كات ستيفنز قبل إسلامه وكان مغنيا وكاتب أغاني ثم أسلم وقد زارهم في أرض الرباط أما الأسماو الأبرز التي تحتل المكانة التنظيرية والفكرية في المجلة فكانت لمحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين كسعيد حوى يوسف القرضاوي مروان حديد سيد قدف زينب الغزالي راشد الغنوشي كمالي الهلباوي مصطفى مشهور حسن الترابي مصطفى السباعي وقد نشرت تعزية بوفاة مرشد الإخوان عمر التلمساني بوصفه المرشد لمرشدا لجماعة الإخوان فحزب وجاءت الصيغة باسم كل مجاهدي أفغانستان المجاهدون في أفغانستان يتقدمون للأمة الإسلامية بصادق العزاء بوفاة المرشد الأستاذ عمر التلمساني الذي قدم للمسلمين عامة وقضي أفغانستان خاصة غاية ما يستطيعه من جهود خيرة لنصرة المجاهدين فرحمه الله رحمة واسعة وجزاء الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء عزام نفسه بلغ به الولاء للإخوان أنه لما سئل مرة ما هي عقيدتك قال عقيدتي عقيدة الإخوان المسلمين ومن هنا سيجري تداول أفكار في دائرة عزام المقربة حول إيجاد فئة مختلفة عن حملة الكلاشنكوف من المتطوعين لقتال ليكونوا أمراء ومستشارين إلى جانب أمراء الولايات ولابد أن يكونوا من أبناء الحركة الإسلامية أي الإخوان وهنا يأتي الهدف الباطني من مكتب خدمات فقد كان عبارة عن شبكة تحت قيادة عزام يريد بهم الإشراف على الجبهات ونشر جماعة الإخوان بينهم ويكونوا أعضاء المكتب والمقربون منهم من نوعية مختلفة عن حملة الكلاشنكوف وقد تقدم عزام بطلب الرسمين إلى جماعة الإخوان المسلمين لكي يؤمن له ستين داعية على مستوى عالي من الكفاءة ليكونوا حجر الأساس في الولايات الأفغانية أي بمعدل اثنين من هؤلاء لكل ولاية من الولايات الأفغانية كان هذا في عام 1984 وسأتكرر هذا الطرخ منه في عام 1986 في جسة جمعت بين عزام وبعض أعضاء مكتب الإرشاد من بينهم مصطفى مشهور قال فيها عزام وفروا لي ستين داعية وأنا أضمن لكم بإذن الله أن أحول لكم أفغانستان إلى إخوان مسلمين خلال سنتين كان ممن دفعت به الجماعة إلى أفغانستان عبد المحسن شربي ليكون مدير التعليم في أفغانستان من سنة 1986 إلى سنة 1993 أنشأ خلالها مداري سوضع لها خطة تعليمية وكان كمال الهلباوي مسؤولا عن القضية الأفغانية بتوجيهه من مرشد الإخوان عمر التلمساني كان ثقل الإخوان يتوجه نحو الدعم التعليمي والسياسي والإغاثي والفكري وكانت توجيهات عزمة دور في هذا الفلك فقال لا تضيع وقتك سدى مطارع الكتب الإسلامية خاصة رسائل البنة وآل قد وسعيد حوى ومصطفى مشهور والقرضاوي وفتح ياكن والمودود ومحمد أبو فارس وأحمد نوفل ومحمد أحمد الراشد مجاسم المهلهل فلم يكن عزام مجرد مجمع للمجاهدين العرب بل كان يقوم بغسل أدمغتهم بفكر الإخوان المسلمين فوق أرض الجهاد وهذا ما أدركته استخبارات الدول المختلفة وحاولت تكييف موقفها على هذا الأساس ولو على المدى البعيد فقد أنفق المكتب 200 مليون دولار من المعونة القادمة من الشرق الأوسط ومن الغرب أساسا أمريكا وبريطانيا المكرسة للجهاد في أفغانستان وغالبا ما اعتمدت جهوده في مجال التجنيد على شبكة مكاتب الإخوان المسلمين وكان عزام متشبعا بنظرية المؤامرة ويبث رؤيته عن خيوطها الكونية بحماس في المجلة على الحركة الإسلامية التي هي الإخوان المسلمين بنظري فيقول تم التمهيد لقيام دولة إسرائيل بضرب الحركة الإسلامية الإخوان المسلمين في ديسمبر سنة 1948 ثم قتل حسن البنة في 12 فبراير سنة 1949 ثم عقد معاهدة رودس الاعتراف باليهود ككيان ودولة بعد مقتل البنة بيومين أسرع سفير الأمريكي ديفرسون كافري للاتصال بعبد الناصر سنة 1952 وشلة الضبات الأحرار وضرب الإخوان في أواخر 1954 وفي 1955 لتتقدم إسرائيل سنة 1956 فبهذه الصيغة يتحرك التاريخ عند عزام يتم ضرب المرشد أو جماعة الإخوان فهم السد المنيع والحصن الحصين فبعدها فقد تنفذ المخططات الكونية التي يراها على الإسلام والمسلمين وفي الوقت الذي كان ومجد فيه قادة الجهاد الأفغاني بأنهم يصروا السفير الأمريكي ولا أبوابهم ويطردونه كان متوقعا أن يتجاهل هنا أن فيليب إيرلند السكرتير الأول للسفارة الأمريكية في مصر راسل مؤسسة جماعة الإخوان واستجاب لذلك البنة وزاره في بيته مع محمود عساف الذي سجل هذه الحكاية وقال له البنة لدينا معلومات كثيرة عن التنظيمات الشيوعية في مصر فقال إيرلند لقد طلبت مقابلتكم حيث خطرت لي فكرة وهي لماذا لا يتم التعاون بيننا وبينكم في محاربة هذا العدو المشترك وهو الشيوعية أنتم برجالكم ومعلوماتكم ونحن بمعلوماتنا وأموالنا قال الإمام فكرة التعاون جيدة ويرى أن المال لا محل لأننا مدافع عن عقيدتنا فحسن البنة وافق على التعاون مع السفارة الأمريكية في مجال تحليم المعلومات ويظهر إلى أي درجة كانوا يقدرون قيمة المعلومات التي يمكنه أن يقدمها بأنهم عرضوا عليه أموالا لقاءها الأمر الذي رفضه البنة بمعنى أنه يقبل التعاون المجانية معهم ضد الشيوعية وهذا في العهد الملكي قبل ثورة 1952 ولذا كان رأي الشيوعيين في الإخوان أنهم من أهم الأدوات في يد الإمبريالية ولم يكن البنة دائما يرفض الأموال بشدة فقد سبق أن قبل منحة بمبلغ 500 جنيه من البارون دي بنوا مدير شركة قناة السويس وكانت مملكة وقتها لبريطانيا وضعت في دار الإخوان المسلمين وسوغ البنة هذا بقوله هذا مالنا لا مال الخواجات وقناة قناتنا والبحر بحرنا والأرض أرضنا وهؤلاء يرصبون في غفلة من الزمن وما يتحدث عنه عزام عام 1948 يقول في وصفه عساف اعتقالات الإخوان في ديسمبر 1948 والتحقيق مع بعض أعضاء النظام الخاص هناك تنظيم مسلح في الدولة انشأ النظام الخاص في عام 1940 تحت الشعار أن الحق لا بد وأن تحميه قوة وعزام نفسه وصف هذا النظام بأنه جهاز عسكري لنواجهة اليهود وأعداء الحركة فالنظام الحاكم خشي منه ولذا تمت ملاحقتهم فترتها هذا التنظيم نفسه والذي سيقلق مؤسسة البنة فكيف بالدولة؟ على أي حال قام هذا النظام بقتل خازندار وكيل محكمة استئناف القيارة سنة 1948 فقد انزعج البنة نفسه من المسؤول في النظام الخاص بعد هذا الاغتيال فقد فهم عبد الرحمن السندي أن البنة يأذن له بقتل خازندار الأمر الذي نفاه البنة ثم قال له البنة إن كان قتلك الخازندار قد تم بحسن نية فإن علينا الدية ولكن الحكومة دفعت تعويضا كبيرا لوسط الخازندار فأسقطت الدية عن الإخوان ثم قتل أعضاء في النظام الخاص رئيس الوزراء المصري محمود النقراشي في 1948 وخرج البنة بعد أن فقد السيطرة عليهم ببيان يقول فيه ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين فكان قتل النقراشي سببا في اغتيال حسن البنة التنظيم الخاص سنفرط من عقاله وسيظهر هذا جليا بعد مقتل البنة فسأتهموا بتصفية داخلية لأحد عناصر الجماعة فقد اتهم عدد كبير من أعضاء الجماعة مسؤول النظام الخاص عبد الرحمن السندي بقتل سيد فايز أحد عناصر الإخوان كل هذا يتجاهل وعزام يجعل الحكاية فصولا من مؤامرة كفرة للوصول إلى اتفاق الهدنة بين العرب وإسرائيل 1949 الاتفاق الذي يصفه بقول عقد مهادة رودس للاعتراف باليهود ككيان ودولة مع أن هذه الاتفاقية لم تكن إلا نوعا من الهدنة المسلحة وقد نصت كل الاتفاقيات على البند التالي شروط هذه الاتفاقية أملتها أملتها فقط اعتبارات عسكرية وليست سياسية وبالتالي إن اتفاقيات الهدنة التي وقعت بين الدول العربية والسلطات الإسرائيلية ليست معاهدات سلام وإنما هي مجرد اتفاقيات كان الهدف منها وقف القتال لكن هذه عينة تفسح عن طريقة تناوله للتاريخ بأنه مجرد مؤامرة كبرى على الحركة الإسلامية وشيء من قراءته للاتفاقيات السياسية مما سنعكس على من بعده لقد كان من مصادر قراءة عزام للمؤامرة كتاب بروتوكولات حكماء صهون الذي لم يكن في حقيقته سوا دعاية للقيصرية الروسية تم اللعب فيه على جانب التعص بالقوم الديني في روسيا حينها لوصم الثورة على القيصر بأنها يهودية ومنحلة ففي عام 1903 تم إصدار بروتوكولات حكماء صهون والذي كتبه في حقيقة الأمر البوليس السري التابع للقيصر وكان أرى أن الإعلام الغرضية الذي تتزعمه أمريكا وتحركه أيدي اليهود والذي يبث أخبار الاقتتال بين الفصائل هناك وحذر من تتبع عورات المجاهدين فإذا أعطوا أخبار السوء عن الجهاد والمجاهدين ونشروا سلبياتهم اتباع للشيطان وهذا ما سيجعله صوغ أسطورة حولهم تتجاهد الوقائع وبالتالي يرفع سقفة وقعات المزغي بثقة إلى دعايتهم فعلى سبيل المثال كتب عزان في يوليو 1986 حاولت أمريكا أن تصبر غور الجهاد وأبعاده الإسلامية فأرسلت الرئيس الأمريكي السابق نيكسون لزيارة مخيمات المهاجرين والحدود وزار مخيمة ناصر باغ وتقدم نيكسون ليسلم على شيخ بلغ من العمر عتية وإذا بالشيخ يقلض يده قائلا أنت مشرك نريس لا أسلم عليك وظل يكرر هذه القصة حتى قبل مقتله بشهر وهو يقول بأن ذلك الشيخ قال هذا كافر وأنا لا أصافح كافرا وكأنه يسلهم بهذا كلام حسن البن القائل فنخرج للشعب فتاوة بن حزم المخبوعة في بطون الكتب من أن العدو المشرك نريس لا يجوز مسه ولا التعامل معه هذا الموقف لذلك الشيخ المسن ينشره عزم بلغة خطابية مختالة مع أن الولايات المتحدة لم تكن بحاجة لكي تسبر غور الجهاد إلى ذلك الموقف فقد تجاهل عزم ما حصل في عام 1985 حيث إن هيئة من المجاهدين برئاسة قلب الدين حكمة يار طلبت في نيويورك اللقاء بالرئيس الأمريكي رونالد ريغان الذي رفض اللقاء بهم ولكن حكمة يار قلب هذا الأمر تماما وظل يعلن بمناسبة وبدون مناسبة عن رفضه اللقاء بالرئيس الأمريكي رونالد ريغان الأمر الذي سيتابعه عليه عزام يقول لقد رفض حكمة يار أن يقابل ريغان وفي داخل أمريكا بل لقد تطور هذا الخبر فكتب طلب ريغان بنفسه مقابلة حكمة يار ورفض فأرسله رسالة مع ابنته مورين ريغان فرفض مقابلته ودعي من الكونجريس ورفض مقابلته وتطور الأمر أكثر حكمة يار 11 ساعة في نيويورك والسفير الباكستاني يريد أن يقنعه أن يلتقي ريغان قال لن ألتقي ريغان هذه الملحمية في الصمود التي يصوقها عزام ستتبخر صورتها بعد بث صور وفد المجاهدين الذي التقى مع ريغان في البيت الأبيض عام 1986 وتولى عزام السياسة التسويق لهذا والتماس البطولات منها أيضا كانت أخباره على هذا المنوار عديدة مثل قوله في عام 1987 أمريكا ليس لها دور لا في الحرب ولا في السلاح وإنما هي مساعدات صحية وغذائية للمهاجرين ومع ذلك رفضها كثير من قادة الجهاد رغم حاجتهم الماسة إليها في حين أن صاريخ ستينجر بدأت في الوصول للمجاهدين في 1986 وقد ورد في تقرير أمريكي لهيئة الأركان المشتركة أن صاريخ ستينجر قد غير مسار الحرب لم تعد طائرات الهليكوبتر الحربية وقاذفات قنابل قادرة على العمل كعهدها السابق وكان أحد الأسباب التي دفعت السوفيتا إلى الانسحاب ففي اجتماع المتب السياسي في الثالث عشر من تشرين الثاني نوفمبر 1986 قرر غربة شوف إنهاء الحرب خلال سنتين أو اثنتين على أقصى تقدير إن التهيب من النقد باعتبار أنه تتبع عورات المجاهدين وطاعن في الجهاد ونحو هذا سينعكس على عموم المجلة وتحت عنوان نادر فيها في النقد الذاتي كتب نور الدين في المجلة إن حركات التصويب وأبواب النقد الذاتي ضرورة ملحة لتصحيح المسار وإعادة الركب إلى الجادة إلا أنه بقي في الكلام الإنشائي العام ولم يتحدث عن خطأ واحد بعينه في الساحة الأفغانية إنها وصية عزام تلقي بضلالها هنا لابد أن تعتبر نفسك جنديا وأيات أن تفرض نفسك ناقدا أما عن النظرة لقضية فلسطين فقد تحدث عزام باكرا في المجلة أن المجاهدين هناك شعارهم من كابل إلى فلسطين وقد جرى بينه وبين حكمة يارا حديث فقال له حكمة يارا كما ينقل عنه عزام نشترك معا في بناء أفغانستان المسلمة بدولتها الإسلامية ثم نمضي معا إلى فلسطين هذه النظرة كانت منتشرة بين المقاتلين العرب أيضا في أفغانستان قال أحد المقاتلين العرب هناك علينا أن نفتح كابل أولا ونقيم دولة الإسلام في أفغانستان ثم يفتح الله علىنا العراق وسوريا والأردن ولبنان ثم بعد ذلك نحارب اليهود وقد عبر عزام عن موقف متباهن جدا واعتداد كبير بما أنجزه على أرض أفغانستان حين قال تجاوز الجهاد عنق الزجاجة وتعدى مرحاة خطر وأفلت من قبضة القوى الدولية كلها وهذا ما يتماهى مع لغة المجلة بشكل عام في تلك الفترة التي كتب بها هذه الصطور فقد رفعت المجلة سقف توجيه القراء نحو اعتبار الولايات المتحدة كروسيا فقد جاء فيها حكمة يار أمريكا تريد أن تحل محل روسيا في أفغانستان وفي لقاء مع مصطفى مشهور نائب مرشد الإخوان في دسمبر 1989 صرح للمجلة إننا ننظر إلى أمريكا على أنها عدو وربما تكون أسوأ من روسيا ومع هذا التصعيد في اللهجة ستعلن المجلة في الثالث عشر من شهر عشر لعام 1989 خبرا عن إبطار عبوة الناسفة في مسجد الشهيد الأحمدي بشاور تحت المنبر الخشبي الذي يخطب عليه عزام قبل أشهر قليلة من اغتياله كتب عزام أعداء الله وعلى رأسهم الأمريكان يودون أن يكون صنعاؤهم هم قادة الجهاد والسادة ولكنهم في المقابل يدركون أن ثقل المعركة وإدارة دفتها بأيدي هؤلاء الصادقين فكلما فكروا في اغتيالهم خوفوا على الجهاد أن يتوقف أو يتزعزع وعندها يضرب الروس بجذورهم في أعماق أرض أفغانستان على مقربة من خليج والبترول العربي وباكستان أما الآن وقد خرج الروس فلا بأس باغتيال الأصليين المتطرفين من أبناء الحركة الإسلامية والعلماء المخلصين انتهى قول عزام وكأنه بهذا ينعي نفسها ويشير إلى قاتله وكانت باكستان تتذمر من بعد خروج السوفيت فأسلحة الكلاكشينكوف ومدافع الهون والصواريخ والصواريخ المحمولة على الكتف وغيرها من الأسلحة المتطورة وجدت طريقها إلى سوق الأسلحة في الباكستان وسرعان ما امتلأت الباكستان بالأسلحة القاتلة التي ما زالت في يد الأفراد حتى يومنا هذا فلم يكن في مصلحة باكستان موجود زعيم ديني له له ذلك التأثير الكبير على المسلحين والمقاتلين ويقيم في بشاور كتب مصطفى حامد ظهر من اغتيال الدكتور عبدالله عزام تواطئ السلطات الباكستانية وبعد اغتيال عزام ستستمر المجلة بالصدور وتوسعت تغطيتها لمناطق غير أفغانستان كامتداد لمشروع عزام الجهاد عالمي من بين تلك العناوين التي نشرتها كشمير تستلم الرغاية بعد أفغانستان سيغطون أخبار مجاهد الجزائر أريتريا كردستان الفلبين البسنة والهرسك فلسطين بورما وغيرها وسيطورون زاوية الأطفال في المجلة الذين يسمونهم أشبال في عرفهم الحرك ليصبح لهم زاوية بعنوان كيف تكون شبلا مجاهدة واستراحة الأشبال وسيكررون حديثهم عن أمريكا قال حكمة يار بعد تحطيم القوة السوفيتية على أيدي المجاهدين أصبح التآمر الأمريكي بشكل واضح وخفي أكبر عائق أمام المجاهدين فقد رأوا بأن سقوط الشوعية بشرى بنهيار الحضارة العربية كلها